السلام عليكم تقبل الله صيامكم لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة تصنيف الفيفا للمنتخبات العربية المغرب داعش 28 تونس 34 الجزار 35 مصر 54 السعودية 61 قطر 67 العراق يعني العراق على مستوى العالم 67 71 الإمارات 73 عمان 84 الأردن 85 البحرين 90 سوريا 93 فلسطين 99 لبنان 105 موريتانية 121 ليبيا 128 سودان 131 جزر القمر 143 الكويت 157 اليمن 193 جيبوتي 201 الصومال رسميا الاتحاد الاسيوي أعلن مستويات قرعة كعسة سفي قطر اعتمادا على تصنيف الفيفا الذي صدر اليوم علما أن القرعة ستقام في داعش من شهر آيار القادم في الدوحة منتخبنا العراق في المستوى الثاني العراق والإمارات عمان أوزباكستان الصين والأردن ترشيح مهاجم منتخبنا الوطن العراق علي الحمادي لجائزة لاعب الشهر في الدور الإنجليزي الدرجة الثالثة بعد تعلقه مع فريقه وينبلدون كل التوفيق لمهاجم منتخبنا العراق علي الحمادي طبعا يستاهل مدرد نادي وينبلدون الإنجليزي جوني جوكسون يقول لقد تطورت لياقة علي الحمادي كثيرا إنه يعتني بنظامه بشكل جيد لعب منتخبنا الأولم بالعراق ومحترف ستوكستي الإنجليزي علي حيدر عبر الإنستجرام يقول اللهم انصر المسلمين في فلسطين إن شاء الله الله ينصرهم على الصهاينة الله ينتقم منهم من كل من أذى المسلمين أضو لجنة المغتربين أحمد الفلوجي يقول بعد أن أكملت أوراق اللاعب عن دريا السناط والحمد لله أعلن وأنا في طريق عودته للسويد عن انسحابي من اللجنة التنسيقية للاعبين المغتربين أتيت لخدمة بلدي ولكني تعرضت إلى إهانة لا يمكن أن أتقبلها بأي شكل الأشكال شكرا على حسن الضيافة يذكر أن عضو اتحاد الكوراكوفان عبدالخالق مسعود طلب من إدارة فندق بغداد إبعاد أحمد الفلوجي برضغم من إخلاصه في عمله على مدى سنوات في ملف المغتربين ولم يكلف خزينة الاتحاد نارا واحدا عد ناندرجال يقول جمهورنا غاضب من الإهانة التي تعرض لها أحمد الفلوجي والتي بسببها تقدم باستقالته رغم أن الفلوجي شخص فعال ونشط جدا بإكمال أوراق المحترفين الإهانة التي تعرض لها من كونفيند عبدالخالق ومن أشار لكونفيند بتلك الإهانة ويجب أن لا تمر تلك الإهانة مرور الكرام وبعكس ذلك جمهورنا سينظر لصامتين على أنهم راضين على تلك الإهانة الإهانة هي ليست للفلوج بل للمحترفين كافوا كذلك لجمهورنا وهنا إرادة بها ضرب أهم شخص فعال في تكملة أوراق لاعبين المحترفين مدرب الناشئين السابق حسن كمالي قول عماد محمد أكثر مدرب بالعراق أخذ دعم من اتحاد الكرة وحتى أكثر من كاساس كان نوشي قول احترافي في الإمارات كان ناجح ولكني لم أتى أقلم بسبب بعدي عن أهلي همان طارق يقود فريقه معاذر لفوز مهم على الخورض من مواجهات الجولة دعش لدور اندية الدرجة الثانية القطري معاذر يقترب من المنافسة على بطاقة التاهل لدور نجوم قطر تصريح حسام رشيد يقول كاساس تواصل معي وأخبرته بأني متحمس للتواجد مع منتخب العراق بعد ذلك تم تضافة اسمي لمنتخب الوطني شرف كبير أن تتم دعوتي إلى منتخب العراق بعد غياب أربع سنوات وأنا شعرت بالفخر لذلك مدرب اللياق لمنتخب العراق تواصل مع كادر نادي في زلة وطلب منهم تزويده ببيانات جهاز التتبع جي بي اس الخاص بأن الكادر تدريبي يعمل باحترافية ومن لديه الخبرة في كرت القدم سيلاحظ ذلك مدربو العراق في السابق يعودون لدولهم بعد نهاية مباريات المنتخب لكن كاساس وكادره باقون في بغداد ويواصلون متابعة اللاعبين لدينا جيل جديد من اللاعبين المحليين والمحترفين وهو مزيد جيد للغاية ومع الكادر التدريب الجديد أصبحنا عائلة واحدة المدربون يتواصلون دائما مع اللاعبين وإذا وطيت الفرصة لهم سيكون سقف طموحاتنا عالية أحد أكبر أحلاميا نلعب مع المنتخب الوطني في العراق وللأسف لم يحدث ذلك لغاية الآن الجمهور شوفين للغاية هناك ويمكنك الإحساس بذلك في الملاعب العراقية الجمهور العراقي قادر على ملي المدرجات حتى في المباريات التي لا وجد فيها المنتخب الوطني لا يوجد مثل ذلك في الشرق الأوسط لما يكون مترددا بالذهاب إلى روسيا رغم الخلافات السياسية مع أوروبا لدي التزامات أمام بلدي وواجب أن نتواجد مع العراق في أي مكان حتى لو ذهبنا إلى القطب الشمالي خلال سنوات ابتعادي عن المنتخب لمفقد الأمن من استدعائي مجددا ووصلت العمل حتى حصلت على فرصتي مجددا بعد أن صرح وقال أن يوب وديشو أفضل مدرب في العراق مدرب الميناء باسم قاسم يستبعد أبو حالوب من الفريق هاتر كريم بنزيمة داريا المدريدة لانتصار على برشلونة برباعية نظيفة والتأهل لنهاي كيس إسبانيا المدافع لعراق سعد ناطق هذا مباراة كاملة مع نادي أبها انتهت بالتعاضل مع التعاون بهدف لكل منهما ضمن الجولة 22 للدور السعودي الممتاز نادي انتراكت فرانكفورت عبر تويتر يقول لها قد رأينا بالفعل هذه الاحتفالية باللون الأبيض من قبل